السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? النهاردة مع بعض اخر جزء في عمل الجاكت. هنعمل مع بعض الكم. وبعد ما نخلصه هنشوف الجزء الخاص باغطاء الرأس هيتعمل ازاي? كمان آآ اخر حاجة. هنقفل الجاكت وهنشوف ازاي احنا بنقفل الجزء الامامي مع الجزء الخالي. يلا بسرعة نبدأ في شغل الكم. بسم الله مع بعض هنبدأ في شغل الكم. انا هنا اشتغلت اربعة سنتي كل السطور عندي بالغرزة العيدل. بس الاول لازم نعرف احنا بدأنا بكم غرزة? انا هنا بدأت باربعة واربعين غرزة. طبعا احنا بنبدأ على حسب المقاس اللي احنا هنشتغل به. بدأنا واشتغلت اربعة سنتي كل السطور عندي كانت بالغرزة العيدل. بعد كده هنيجي وهاشتغل دلوقتي معاكم سطر آآ وحيد هيكون كل الغرزة عندي بالغرزة المقلوب ومش هقرره تاني. بس الاول لازم نقيس ونشوف الطول قد ايه? يبقى طول آآ اللي انا اشتغلته كان اربعة سنتي. طيب آآ نكمل بقى ونشوف احنا هنعمل ايه? بعد ما نيجي نشتغل السطر ده كله بالغرزة المقلوب هنبدأ ونقسم آآ في الغرز ونشوف ازاي احنا هنقسم علشان نكمل شغل الكم. وكمان نعرف احنا ازاي هنزود وهنزود كل قد ايه? ودلوقتي هنبدأ فيه السطر آآ اللي احنا هنشتغله بالغرزة المقلوب وده هيكون في الخلف. هنشتغل كل الغرز عندي بالغرزة المقلوب. يبقى ده سطر آآ مرة واحدة بس بنشتغله ولازم يكون شغلنا في الخلف. يبقى مرة تانية هنشتغل من اول غرزة لاخر غرزة بالغرزة المقلوب. ده سطر خلفي مش آآ سطر امامي. طيب بعد ما خلصنا السطر آآ وكان كل الغرزة عندي بالغرزة المقلوب. افكركم ان السطر ده احنا بنشتغله مرة واحدة بس ولازم يكون في السطور الخلفية علشان يديني الشكل ده. خلاص يبقى بعد ما بنخلصه خلاص اول جزء للكم كده خلص هنبدأوا من اول هنا بقى نقسم الغرز اللي عندي وهنتبع آآ طبعا نموذج الضفيرة اللي بيكون عندي من اربعة وعشرين آآ سطر وهنكرره. بس لازم نقسم الغرز. وطبعا عندي السطور الخلفية طبعا معروفة احنا بنشتغلها ازاي? اول حاجة احنا هنشتغل تسعتاشر غرزة بالغرزة العدل في الامام وفي الخلف. وبعد آآ ما نخلصهم هيبقى عندي آآ ست غرز في المنتصف دي غرز الضفيرة. في الخلف طبعا بيبقى مقلوب وفي الامام بيبقى عدل. وبعد كده تسعتاشر غرزة هيكونوا عدل في الامام وفي الخلف. ناخد بقى لنا بس ان تسعتاشر غرزة اللي في الاول واللي في الاخر هيزيدوا كل ساد السطر عشان احنا هنزود آآ غرزة من اول السطر التالت. منزود غرزة في اول السطر واخر السطر. يبقى هي دي التقسيمة اللي احنا هنلتزم بيها لغاية ما نخلص الكم. معنى كده ان احنا هنبدأ دلوقتي في السطور الامامية كلها هنشتغلها بالغرزة العيدة. يبقى هنبدأ السطر الامامي ونشتغل من اول غرزة الاخر غرزة بالغرزة العيدة. هنبدأ وهنشتغل السطر الثاني هو السطر خلفي وفي السطر دوة كل السطور الخلفية هيبقى فيه تقسيمة للغرز أول تسعتاشر غرزة نشتغلهم عدل ست غرز هيكونوا بالغرزة المقلوب وبعد كده تسعتاشر غرزة هيكونوا عندي عدل هنبدأ وهنشوف التقسيمة وزي ما قلتلكم التقسيمة دي هنشتغل بها كل السطور الخلفي هنشتغل تسعتاشر غرزة بالغرزة العدل ومرة تانية أقول لكم أن من أول السطر الجاي التسعتاشر غرزة دولاً في الأول وفي الآخر هيزيدوا غرزة لإن إحنا هنبدأ نزود غرز للكم كل سادس سطر خلاص كده خلصت واشتغلت كام غرزة تسعتاشر غرزة اشتغلناهم بالغرزة العادة دولاً من أول السطر الجاي هيزيدوا غرزة هنبدأ ومن أول السطر الجاي هنزود كل سادس سطر غرزة في الأول وفي الآخر طيب بعد كده هنشتغل إيه؟ هنشتغل ست غرز دولاً غرز الضفيرة هنشتغلهم دايماً في الخلف بالغرزة المقلوبة يبقى ست غرز مقلوبة خلاص كده أنا خلصت ست غرز اشتغلناهم بالغرزة المقلوب بقية الغرز وعدادهم تسعتاشر غرزة هنشتغلهم كلهم بالغرزة عادة وبرضو دولاً من أول السطر الجاي هيزيدوا غرزة هنبدأ فيه السطر التالت وناخد بالنا إنه هيكون فيه طفيرة في السطر ده وكمان هيبقى فيه عندي زيادة للغرز في غرزة هكون في أول السطر وكمان غرزة في آخر السطر من بعد كده إحنا هنبدأ نزود كل سادس سطر غرزة في الأول وفي الآخر هنبدأ مع بعض نشتغل غرزة عادل وبعد كده الخيط اللي ما بين الغرزة الأولى والغرزة التانية هنقضوا بالإبرة اليمين ونحطوا على الإبرة الشمال ونشتغل غرزة عادل من اللفة الخلفية يبقى أنا كده بعمل الزيادة الأولى في أول السطر على فكرة الزيادة ممكن تعملوها بأي طريقة مش مهم الطريقة دي يعني خلاص كده إحنا خلصنا خلاص وعملنا غرزة جديدة هنكمل بقية التسعتاشر غرزة هنشتغل طبعا بالغرزة العادل لغاية ما نوصل لغرز الضفيرة علشان نبدأ من أول السطر ده نعمل ضفيرة خلاص كده أنا خلصت تسعتاشر غرزة بالغرزة العادل وناخد بالنا إن إحنا زودنا غرزة في أول السطر أصبحوا عشرين غرزة طيب بعد كده هنعمل إيه هنبدأوا من أول السطر دوت نتبع نموذج الضفيرة يبقى إحنا هنضفر على الست غرز دولة ونعمل ضفيرة شمال من ست غرز هنجيب إبرة الضفيرة وهنشيل تلات غرز على إبرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل بعد كده هنشتغل تلات غرز عادل هنرجع غرز الموجودة على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال مرة تانية ونشتغلهم بالغرزة العادل إحنا في الست غرز دولة هنتبع سطور غرزة الضفيرة طبعا إحنا عارفين الطريقة من الفيديو الأول كده أنا خلصت خلاص الضفيرة وعملنا ضفيرة شمال من ست غرز طيب بقيت الغرز عندي وعددها تسعتاشر غرزة هنعمل فيهم إيه هنشتغل كلهم بالغرزة العادل لغاية ما نوصل عند الغرزة الأخيرة وقبل ما نشتغلها هنزود غرزة بنفس الطريقة اللي احنا شفناها في بداية السطر كده إحنا وصلنا للغرزة الأخيرة قبل ما نشتغلها هنعمل الزيادة اللي بتبقى في آخر السطر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها في أول السطر هنشتغل برضو غرزة عادل من اللفة الخلفية بعد كده هشتغل آخر غرزة غرزة عادل ويبقى كده السطر عندي كده خلص زودت غرزة في أول السطر وغرزة في آخر السطر طيب أنا هعمل ايه بعد كده من السطر الجاي لو السطر الخالفي هنبدأ نعيد دخامها السطور والسطر السادس اللي هو في الأمام هيبقى آآ نزود غرزة في أول السطر وآخر السطر هنزود كل سادس سطر كم مرة؟ ست مرات وبعد كده كل تامن سطر أربع مرات وهنتبع النظام اللي احنا ماشيين به لغاية ما يوصل عندي آآ عدد الغرز كام غرزة أربعة وستين غرزة هنكمل من غير أي زيادة لغاية ما يصبح الطول عندي من أول ما بدأنا لغاية ما هنقف اتنين وعشرين سنتي خلاص كده خلصنا آآ ووصلنا بالطول اللي أنا عايزة اللي هو اتنين وعشرين سنتي خلينا نقيس ونشوف يبقى اتنين وعشرين سنتي احنا بنقف علشان نبدأ نعمل حرد تلكم حردة تلكم بتبقى زي حردة الباط بالزبط باجي برضو وقف في الأول وفي الآخر غرزتين ثلاث مرات وبعد كده هيبقى في سطور هنتبعها ونقررها هيكون سطرين بس ونقررهم لغاية ما نخلص طيب احنا طبعا الضفيرة زي ما نشايفين احنا مكملين لغاية ما نخلص الكم كله نفس سطور الضفيرة ملتزمين بيها للنهاية هنبدأ فيه السطر الاول لعمل حردة الكوم هيكون سطر امامي احنا هنقفل في السطور الامامية بس هنيجي نشتغل اربع غرز بالغرزة العدل هننقل ثلاث غرز على الابر اليمين من غير ما نشتغلهم هدخل الابر الشمال في الثلاث غرز واخدهم ثلاثة عيدل معا من اللفة الخلفية خلاص كده انا قفلت اتنين في اول استطر هكمل بقية الغرز لغاية ما اقف عندي اخر سبع غرز عشان ابدأ واقفل الغرزتين وهنشوف هنقفلهم ازاي يبقى احنا هنكمل بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها وصلنا لاخر سبع غرز هيبقى عندي اول ثلاث غرز هنشتغلهم ثلاثة عيدل معا يبقى الثلاث غرز دولة هدخل الابرة فيهم واخدهم ثلاثة عيدل معا بعد كده هشتغل اربع غرز كلهم هيكونوا عندي بالغرزة العدل يبقى احنا قفلنا اتنين في اول السطر واثنين في اخر السطر وده كان سطر امامي احنا بنقفل بس في السطور الامامية هنشتغل السطر التاني سطر خالفي وهنشتغل كله على حسب ما احنا ماشيين بالغرزة وما فيش اي طنقيس للغرز السطر التالت لعمل الحرده سطر امامي وهنشتغل اربع غرز بالغرزة العدل هنقل التلات غرز دولة مع الابرة اليمين من غير ما اشتغلهم هدخل الابرة الشمال في التلات غرز واخدهم تلاتة عيد المعن من لفة الخلفية يبقى انا كده قفلت كمان غرزتين في السطر التالت للحرده هنكمل بقية السطر لغاية ما نوصل عند اخر سبع غرز وصلنا لاخر سبع غرز هيبقى اول تلاتة هنشتغلهم تلاتة عيد المعن والاربع غرز اللي بقية هشتغلهم كلهم بالغرزة العدل انا كده نقصت غرزتين في السطر التالت للحرده يبقى نقصنا اتنين في اوله واتنين في اخره السطر الرابع سطر خلفي هنشتغلوا كله على حسب ما احنا ماشيهم بالغرزة ومش هنقص اي حاجة هنبدأ فيه السطر الخامس لعمل حردة القمة وده اخر سطر عندي للحردة بعد كده احنا هنتبع سطرين هيبقى فيه عندي تنقيص في اول السطر وفي اخر السطر غرزة بس احنا دلوقتي هنكمل مع بعض سطور الحردة وهنشتغل اربع غرز بالغرزة العدل هننقل تلات غرز على الابرة اليمين من غير ما نشتغلهم هندخل الابرة الشمال في التلات غرز وبعد كده ناخدهم تلات عيد المعن من اللفة الخلفية كده احنا نقصنا غرزتين هنكمل لغاية ما نوصل عند اخر سبع غرز وصلنا لاخر سبع غرز هيبقى اول تلاتة هنشتغلهم تلاتة عيد المعن والاربع غرز اللي باقية هنشتغلهم كلهم بالغرزة العيدة السطر السادس للحردة ده سطر خلفي وهنشتغل كله على حسب ما احنا ماشيين بالغرزة وما بنقص اي غرزة في السطور الخلفية طيب ده الشكل نهائي للسادس سطور الحرد لكم اللي احنا عملناها كنا بنقص في اول السطر وفي اخر السطر غرزتين كان في السطور الامامية بس وكنا بنقص على تلات مرات في اول السطر وفي اخر السطر غرزتين وشفنا الطريقة كانت ازاي طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنتبع السطرين والتنقيص هيكون برضو في السطور الامامية بس احنا هنقص غرزة في اول السطر وفي اخر السطر طبعا احنا هتبع السطرين علشان نكمل بقية حردة الكم وهنشوف الطريقة هكون ازاي هنبدأ مع بعض في السطر الاول الامامية هشتغل برضو اربع غرز عيدل المرة دي بقى هنقل غرزتين بس على الابرة اليمين هدخل الابرة الشمال في الاتنين واخدهم اتنين عيدل معا من اللفة الخلفية بقى احنا كده نقصنا غرزة في اول السطر هنكمل بقية السطر لغاية ما نقف عند اخر ست غرز عشان نقفل غرزة منهم وصلت عند اخر ست غرز اول اتنين هناخدهم اتنين عيدل معا وكده يبقى نقصنا الغرزة اللي في اخر السطر هنشتغل اربع غرز عيدل والسطر الامامي بس هو اللي هنعمل فيه كده السطر الخالفي مش هنقص اي غرزة السطر التاني سطر خالفي وهنشتغل وعلى حسب ما احنا ماشيين بالغرزة ومش هنقص اي غرزة ولا في الاول ولا في الاخر خلاص كده انا خلصت السطر الخالفي يبقى كده السطرين اللي احنا هنكررهم خلصوا احنا هنعمل ايه اقولكم مرة تانية احنا هنعمل ايه احنا هنيجي نكرر السطرين وننقص الغرز في السطور الامامية بس غرزة في الاول وغرزة في الاخر لغاية ما يصبح عدد الغرز اللي عندي عشرين غرزة طيب خلينا نشوف مع بعض الشكل النهائي للكم هو ده الشكل اللي انا وصلت له بعد ما خلصت واتبعت السطرين وكنا بنقص بس في السطور الامامية غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر لغاية ما اصبح حدد الغرز عندي عشرين غرزة والطول اصبح تلاتة وتلاتين طيب هنعمل ايه بعد كده انا بس خليني اعريكم بس ان الكم التاني هو هو برضو ما فيش اي اختلاف بنفس خطواته اللي احنا بدأناها للكم الاول وكمان نفس الحردة وكمان نفس الطول ما فيش اي اختلاف ولا في الشكل ولا في عدد الغرز يبقى احنا هنعمل الكم التاني بنفس النظام اللي انتو شفتوه دلوقتي في الكم الاول ونشوف مع بعض ازاي بعد كده احنا هنبدأ نخيط وصلنا مع بعض الاهم خطوة وهي خطوة خياطة الاجزاء ازاي نخيط الاجزاء اللي احنا اشتغلناها ويطلع في النهاية جاكت احنا هنجيب الجزء الخلفي اللي والدهر ونحطه بالوضع ده هنجيب بعد كده الجزء الامامي الايمن وهنحطه بالشكل اللي انتو شايفينه قدامكم في الفيديو لازم يكون واجهين الشغل قدام بعض بالشكل ده وهنحط القطعة علشان نبدأ نثبت غرز الكتف هنثبت غرز الكتف للجزء الامامي الايمن مع الجزء الخلفي وبعد ما نخلص الجزء ده هنروح للجزء الامامي الايصر وبرده هنحطه بنفس الوضع ده واجهين الشغل بيكونوا قدام بعض ونثبت غرز الكتف يلا نشوف الطريقة هتكون ازاي هنبدأ مع بعض نجيب غرز الجزء الامامي الايمن مع غرز الجزء الخلفي ونحطهم قدام بعض بالشكل ده وهناخد كل غرزة مع الغرزة اللي قدامها هناخدها اتنين عدل معنى يبقى غرزة من الابرة الاولى وغرزة من الابرة التانية وهنشتغالهم اتنين عدل معنى بعد كده هنوقع الغرزتين من على الابرتين وهنشتغل الغرزتين التانين بنفس النظام برضو غرزة من الابرة الاولى مع غرزة من الابرة التانية هيبقوا اتنين عدل معنى طيب اصبح عندي على الابرة اليمين كم غرزة غرزتين هقفل بقى الغرزة الاولى على الغرزة التانية ويبقى احنا كده قفلنا اول غرزة هنكمل بنفس النظام لغية ما غرز الكتف اللي هو الجزء الامامي الايمن مع الخلف يخلص وبعد كده نروح للكتف التاني اللي هو الجزء الامامي الايصر مع الخلف اشتركوا في القناة كده انا خلصت الكتفين وده الشكل النهي انا بس عايزة اقول لكم ان الطريقة دي مهمة جدا علشان يطلع الشكل كده لازم تسبتوا بالطريقة اللي انت شفتوها علشان يطلع معاكم الشغل مزبوط بالشكل ده احنا عندنا دفاير ولازم ما يبقاش فيه اي لغبطة في الخياطة خلاص بعد ما خلصنا خياطة الكتف الاول وكمان خياطة الكتف التاني وده الشكل الكتف التاني يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاول للخياطة طيب هنعمل ايه؟ انا متبقى عندي الغرز اللي موجود على الابرة هكمل عليها وهلقط طبعا غرز عشان نعمل غطاء الرأس اللي هو الكابت شو هنعمل كم غرزة؟ هنعمل مية واتنين غرزة طبعا احنا هنبدأ من اول هنا نلقط هنلقط الغرز ونراعي ان احنا ما نيجي نلقط الغرز في الجزء ده تبقى عندي مزبوطة زي الجزء التاني خلاص تاخدوا بالكو بس من النقطة دي كويس وبعد كده الغرز اللي في الخلف دي احنا هنزود عليها يبقى احنا هنلقط كم غرزة؟ هنلقط مية واتنين غرزة بالغرز اللي موجودة عندي على الابرة ونبدأ نشوف ازاي احنا هنلقط هنبدأ وهنشتغل بنفس الابرة اللي احنا بدأنا بيها الشغل اللي هي ابرة مقاس اربعة هنبدأ نلقط وناخد بالنا ان احنا لازم يكون واجئ الشغل قدامنا ونبدأ ومن اول الجزء ده هنبدأ نلقط في الغرز احنا بعد ما نخلص ونلقط الغرز في الجزء الامامي الايمن هنروح للغرز اللي موجودة عندي في الخلف وهنلقط معاها كمان غرز جديدة لكن الغرز اللي هي موجودة على الابرة احنا هنشتغلها على طول بالغرزة العيدة يبقى نركز ونشوف احنا ازاي بنلقط الغرز خدوا بالكوا بس ان الجزء دوت اللي هو الجزء الامامي الايمن لازم يكون عدد الغرز قد الجزء الامامي الايصر خلاص كده انا خلصت ولقط كل الغرز في الجزء الامامي الايمن طيب بعد ما خلصنا لازم الغرز اللي احنا لقطناها في الجزء دوت تكون قد ايه قد الجزء اللي هو الامامي الايصر يعني نلقط نفس عدد الغرز وطبعا غرز الامام بتبقى قد غرز الخلف الغرز الخلف بقى اللي هي موجودة عندي على الابرة احنا هنشتغلها بالغرزة العيدل بس اثناء ما احنا بنشتغلها هنبدأ نزود برضو معاها غرز وطبعا الزيادة ديت على مسافات هتكون زي ما انتو عايزين متساوية او غير متساوية المهم يكون عدد الغرز في الخلف قد الامامي ناخد بالنا بس انا ببدأ ازود اهو وهشتغل الغرز اللي على الابرة غرز عيدل يبقى شايفين ازاي احنا بنزود او ممكن تزوده باي طريقة انتو عايزينها يبقى احنا هنكمل لغاية ما نخلص كل الغرز اللي عندي على الابرة ونلقط كمان غرز جديدة معاها ونلقط من الجزء الامامي الايسر كمان غرز جديدة كده انا خلصت الغرز كلها وعدادها مية واتنين غرزة طيب خلينا نقول احنا هنعمل ايه احنا هنشتغل كل الغرز في الامام بالغرزة العيدل في الخلف هتكون بس ست غرز الضفيرة هي اللي هكون مقلوب وبقية الغرز كلها هكون عيدل احنا هنتابع شغل نموذج الضفيرة لغاية ما نخلص كل الجزء اللي هو الخاص بالكابتشو ناخد بالنا بس ان احنا بنشتغل في الخلف بالغرزة المقلوب الست غرز هنبدأ وهنشتغل الجزء الخاص بغطاء الرأس هيكون في الامام كل الغرز عندي عيدل فالخلف هيكون كل الغرز عيدل معادة ست غرز الضفيرة والضفيرة هتكون في منتصف اللي هي القطعة اللي هي خاصة بغطاء الرأس هنكمل الضفيرة اللي موجودة في منتصف الخلف يبقى احنا هنشتغل بنفس النظام لغاية الطول عندي ما يبقى اتنين وعشرين سنتي وكده اكون خلصت القطعة اللي هي خاصة بغطاء الرأس شايفين هو ده الشغل النهائي لها انا اشتغلت بطول اتنين وعشرين سنتي واتبعت السطرين اللي انا قلتلكو عليهم هنقيس قبل ما نكمل ونشوف احنا هنعمل ايه انا هنا اشتغلت وكان الطول عندي اتنين وعشرين سنتي الطول دوت بيختلف على حسب المقاس يبقى طول القطعة عندي اتنين وعشرين سنتي وزي ما نشايفين احنا التزمنا بشغل نموزج الضفيرة اللي بيكون عندي من اربعة وعشرين سطر طيب بعد ما القطعة دي خلصت وقفلنا الغراز كلها هنعمل ايه بقى هنيجي نخيط الطرفين مع بعض هنشوف ازاي احنا هنخيط الطرفين شايفين الطرف ده هنتنيه بالشكل ده يبقى الجزء اللي هو احنا قفلنا الغراز فيه هنيجي نتنيه بالشكل اللي انتو شايفينه دوت بس كده ويبقى كده خلص الكابتشو احنا هنخيط الجزء دوت وهنقفله بالخياطة العادية اللي احنا متعاودين عليه ونشوف بقى طريقة الخياطة هتكون ازاي هنبدأ وازاي ما احنا متعاودين ان احنا بنخيط بالابرة اللي هي من غير سن هنبدأ نشبك الطرفين ونتابع مع بعض طريقة الخياطة عشان تطلع معايا الخياطة مظبوطة وما يبقاش فيها اي لغبة احنا فاضل عندنا كمان ان احنا نخيط الجنبين وكمان نخيط القمين طيب خلينا نشوف الشكل النهائي للخياطة بعد ما خياطنا شايفين هو ده الشكل بالضبط الخياطة مش بينة يعني اه اكني القطعة اه معايا قطعة واحدة مش قطعتين كده يبقى كده خلص عندي الكابيتشو طيب فاضل ايه فاضل هنا اه خيط الامام مع الخلف علشان نخيط الامام مع الخلف لازم نعرف احنا هنخيط من اول فين لغاية فين احنا بنبدأ دايما من اول اه الحردة لغاية تحت يبقى من اول هنا شايفين الجزء ده لغاية تحت نبدأ نخيط يبقى انا لسا مكملة معاكو في اه خياطة الجنبين هنخيط مع بعض ونكمل الجنبين علشان يطلع معايا الشكل انهائي للجاكت وبعد ما نخلص خياطة الجنبين هنروح لخياطة الكمل ونشوف ازاي احنا بنشبك الكمل يبقى نركز في طريقة الخياطة مهم جدا علشان يطلع معايا الشغل نظيف مفيش فيه اي لغبة جينا بعد كده للكم طيب الكم بعد ما احنا بنخيط القطعة القم بالشكل ده هنيجي بقى القم نثبته مع الجاكت وناخد بالنا كويس قوي من طريقة التسبيت علشان القم ما يبقاش معايا لافف نشوف اه منتصف القم بنحط دبوس في المنتصف بالشكل ده ومنتصف القم دوت بيجي عند خياطة الكتف هنا هنحط هنا في الجزء دوت منتصف القم ونروح للناحية التانية من القم اللي هي عند خياطة القم شايفين الجزء ده هنجيب برضو دبوس ونشبكه مع خياطة الجنبين هنا بس هي دي طريقة التسبيت علشان القم بيبقاش معايا لافف وبعد كده بنثبت من الناحية دي وبعد ما نخلص نروح للناحية التانية ونخيط بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض بالنسبة للجنب ويبقى كده القم عندي خلص هنعمل برضو القم التاني بنفس الشكل وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو خلاص كده الجاكت كده خلص بعد ما خياطناه كمان انا ركبت الزراير وده الشكل النهائي لها وعملت بطانة داخلية بطنت الجاكت كله كمان الجزء اللي هو الكابيتشو كمان عملت له بطانة البطانة دي اختياري ممكن تعملوها او لأ زي ما انتوا عايزين طيب انا كده خلاص خلصت الفيديو النهاردة اتمنى يكون الشرح واضح وانا بشكر كل من شاهد الفيديو النهاردة كمان الجزئين اللي انا نزلتهم قبل كده وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته